في ظل توترات تشهدها الأسواق العالمية تصدف الجزائر القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بمشاركة رؤساء وحكومات الدول الأعضاء حول تحديات التي تواجه صناعة الغاز وضمان الإمدادات بعد ضغوط مرحلة ما بعد جائحة كورونا بالإضافة للتوترات الجيوسياسية التي أعقبت الحرب الروسية الأوكرانية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أكد في كلمته أن المنتدى يشكل فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد مشيرا إلى أن الغاز الطبيعي يؤدي دورا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة على الطاقة وأكد إعلان الجزائر أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة وطويلة الأمد وأهمية أسعار عادلة ومستقرة للغاز الطبيعي واستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقوي ودعم تطوير أنظمة طاقوية قادرة على الصمود والحاجة الملحة من أجل ضمان الطلب وتأمين الإمدادات ومن أجل تعاون دوليا منفتح وشفاف لحماية المنشآت الحساسة للغاز الطبيعي وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات الأخرى ويضم المنتدى 21 عضوا دائما منها الجزائر بوليفيا مصر وغينيا الاستوائية وإيران وليبيا ونيجيريا وقطر وروسيا بالإضافة إلى أعضاء مراقبين وبحسب المنتدى يمتلك أعضاؤه 70% من احتياطات الغاز المثبتة في العالم وتوفر 51% من صادرات الغاز الطبيعي المسال وأشار المنتدى في تقرير بشأن توقعات الغاز العالمي 2050 إلى أن الغاز سيبقى ضروريا في العقود المقبلة ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 34%